اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا هو عشان نعمل كرسي مفيش مشكلة عشان كده احنا هنتكلم اكتر عن الجزء المتحرك اللي بيتحول لسلم انا كنت ناوي اعمله من سدايب خشب سلد سويدي بقى او مهوجني حتى مش هتفرق كنت هقصه بالاشكال المرسومة دي وهجمعه في بعض بالكوائل لكن لقيت الموضوع هيبقى فيه شغل كتير وانا عايز ابسط الفكرة لأقصى درجة عشان كده قررت اعمل الجنب ده كله قطعة واحدة من خشب الكنتر فهيبقى الشغل ابسط بكتير واسهل في التنفيذ هنبتدي اول حاجة نقص تصميم بتاعنا من على الرسمة ونراعي ان القص يكون اكبر من التصميم بسانتي داير ميدور ده كده شكل جنب الكرسي واهم قطعة فيه طبعا نقدر نجيب الخشب الكنتر ونحط عليه التصميم ونقص على طول لكن انا افضل ان الشغل يكون على فورمة خشب عشان ابقى ضامن دقة التكرار في كل مرة وفي نفس الوقت لو كنت ناوي اعمل كمية من الكراسي دي يبقى كلهم نسخة من بعض وبطريقة اسهل واكتر احترافية وانتو عارفين انا بطل العالم في الفورمة فاحنا هنرسم الاول الشكل على قبل كاش 8 ملي مثلا هنقص بالزبط على الخطوط اللي انا رسمها بس الاول خلينا نغطي مكان الرسمة بالتيب الورق عشان يديني الصنديفة بعد كده تمام كده غطينا مكان التصميم بالتيب نلزق بقى التصميم باي غرة فوق التيب وبالكتر نبدأ نحز كويس على الخطوط اللي احنا رسمنا الحز ده حيسهل جدا القص والاركت وحيدينا قص الريفة فلا نخلص بقى قص الاركت ونديها سنة صنفرة طبعا عشان ندمن موت اي بروز اللي هي بيسموها سوكا نشيل التصميم وبقى عندي فورمة هنجيب بقى الكنتر وننقل عليه اول شكل من الفورمة عشان هنقص بالاركت اكبر شوية من التصميم برضو هيجي بقى حد يقول يا عمدة انا مقدرش اعمل فورمة ما عنديش روتر ما عنديش بنتة غسيل كل ده ما فهوش مشكلة نقدر زي ما قلنا ننقل الشكل من التصميم عالكنتر ونقص على طول او حتى تعمله سدايب بالكويل انا هسيب لك التصميم في وصف الفيديو وانت بقى اتصرف حساب امكان نقل بقى الفورمة ونرسم التصميم تاني وهنقص التصميم بالاركت مع سلاح الصنديف تمام كده قصينا الجنبين مع مراعاة اننا سايبين نصف سنتي برا التصميم نوستن بقى الفورمة فوق الشكل اللي قصنا ونثبته بكام مصمار ونروح عالفريزة وباستعمال بمطة غسيل ببيليا من فوق هنبدأ ننظف الشكل بتاعنا وهنمشي على الفورمة اللي عملناها يا سلام الروتر ده جميل قوي ولازم نشكر الخواجة جورج كيلي صاحب اول براية اختراع في طريق ميلاد الروتر لكن برضو ما ننساش نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك على الاقل لاننا طالما وصلنا للجزء ده من الفيديو يبقى عاجبنا ويستاهل اننا نديله لايك وشير وتشترك معنا في القناة لو كنت مش مشترك مش كده ولا ايه نخلص اول نسخة من الجنب ونشيل الفورمة ونعمل برضو النسخة التانية وبقى عندنا جنبين بعد كده بقى بنجيب سدايب سماكة خمسة سنتي وبأي منقلة نزبطها على خمس درجات ونعمل خط علام ونقص بالمنشار ونقدر طبعا نستعمل المنشار الرأسي حسب بقى الادويات اللي عندك بعد كده على مسافة 62 سنتي نرسم خط علام بنفس زاوية الميل وبردو نقصه السدايب دي هي الرجلين بتاعة الكرسي دول كده الرجلين وبنفس الزاوية حنقص سدابة فوق وسدابة تحت حيركبه هنا كده باستعمال الكوائل عشان يدعمه الكرسي مش عايزة طول في الجزئية دي انت تصرف فيها براحتك وبطريقتك ناخد بقى كل السدايب بعد ما زبطنا اماكن الكوائل ونركبهم في بعض بشوية غيراه ونمسكهم بالامطاط مصمار بقى مع 3 وردات وصامولة 8 ميلي وحنجيب الجنبين بتاعنا نعمل فيهم ثقب متوسطا في الطرف هنا كده تمام وبردو في الرجلين اللي جمعناهم بالكوائل هنعمل ثقب في الرجل دي هتلاقوا المقاسات في التصميم بقى زي ما قولتلكم ناخد بقى الجنبين دول مع 4 سدايب ونبدأ نجمع الجزء المتحرك بالشكل ده كده شوية غيراه ونوزع السدايب ونقفل الشكل نمسك بالامط كويس بعدين بقى هعمل فورمة بسيطة كده عشان تخليني اقدر اركب الكوائل في كل مرة في نفس ذات نفس المكان انا بحب الفورم يا جماعة ومحتاج اتعالج المهم نخرم ونغري ونركب الكوائل عشان تمسك الشكل كله وتديله متانة وبرده هنركب درجات السلم في مكانها وهنمسكها برضو بالكوائل بعد ما خلصنا تركيب الكوائل ونشف الغيرة هنقص الزيادات منها نجيب بقى جنبين الكرسي ونبدأ نجمعه في بعضه مؤقتا كده عشان عايزين نقفل الكرسي نفسه بقى فهنبدأ نوقفه على حيله ونجيب سدايب بعرض مناسب ونبدأ نقفل الكرسي هم تلت سدايب وحنوزعهم بطريقة كويسة عشان يمسكوا الكرسي وفي نفس الوقت يمنعوا درجات السلم انها تتحدف لورا لما تتقفل خلصنا تقفيل نخش عالتشتيب اول حاجة في التشتيب الصنفرة بعد كده بقى ببونتة نضافة بالشكل ده عشان ناكل كل اطراف الخشب ونموت اي سوكا حاجة بقى مش ضرورية اننا هنجيب المعجون اللي هنمعجن به الكرسي ونلونه شوية بنفس لون السيلر اللي هندهم به الخشب حتى زيارة كده على قد الشغلانة وبعدين بقى نبدأ نداري ونغطي المشاكل اللي في الخشب نقرة او حفرة او عرق تلوين المعجون هيداريه بشكل افضل بعد بقى ما نشف كله حنصنفر تاني ونلون كل الكرسي باللون بتاعنا تقدر تسيبه خشب زي ما هو او تدهنه لك اي لون براحتك خلص بعد كده بقى لقيت عندي شوية ورنيش كنت جايبه من امازون هدهم به الكرسي عشان نديله طبقة حماية بعد كده نقفل بقى الكرسي بنحط المصمار من برا مع ورده طبعا وبعدين ورده بين الكرسي والسلم ونحط بقى الجزء المتحرك نلف المصمار لحد ما يعدي في مكانه نربط السامولة وقبلها وردة وبكده تم الانتهاء بفضل الله ناخد بقى الكرسي ونجربه كرسي عادي واخر زبادي وعايزكم تتأكدوا من حاجة طالما شلني يبقى حيشيل اي حد فيكو نفرد درجات السلم يا مساهد الحال نبدأ رحلة الصعود الحمد لله وصلنا بالسلامة ووصلت كمال للسقف ننزل بقى نقفل السلم ونرجعه كرسي تاني اللعب الله ينور يا عمدة يلا مش حوصيكم بقى على لايك وشير وان شاء الله نتقابل على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة